سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد حنفي من شركة كليسونج النهاردة ان شاء الله هنكلمكم على ايه هي الشركة بتاعتنا ونكلمكم كمان على كل المنتجات اللي معروضة قدام حضراتكم اللي قدامها الشركة بتاعتنا بس خليني اقدم مقدمة سريعة بسيطة جدا عن الشركة بتاعتنا على وهي شركة كليسونج الشركة هي شركة كورية تأسستها هنا في كوريا وليها كمان منتجات فيه لأسواق الخارجية مش بس السوق المحل الكوري ولكن كمان بتصدر منتجاتها لأسواق الخارجية في البلدان القريبة والتي تكون كمان بعيدة عن كوريا طب حلو ايه هي الشركة بتاعتنا بتقدم منتجات ايه الشركة بتاعتنا بتقدم منتجات تخليك تحصل على راحة افضل بعد يوم طويل جداً من الشغل أو مثلاً يوم من المشاقة سواء كنت في الشغل أو سواء كنت في مكان تاني بتستريح فبتحتاج أن ترجع البيت تاني وتاخد قصة من الراحة فبالتالي الشركة بتاعتنا هدافة أن هي توفر أكبر قدر من الإمكان للراحة لواحد لضمان الشغل بتاعك أو لضمان كمان كافية الشغل بتاعك في اليوم التالي بعد ما تصحى من إنهم إن شاء الله الشركة بتاعتنا بدأت تعمل أو أن هي بتتصنع وتنتج منتجات لمدة عشر سنين وبالتالي خبرة مترقمة على مدى كبير جداً وطويل من الزمن هنلاقي كمان إن الشركة بتاعتنا أو اتعملت بأتنين فبالتالي هم شركين في الشركة دي هنلاقي كمان إن البرودكت بتاعنا مش أي مجرد بيلو عادية أو مش أي مجرد وسادة عادية لأ دليل ديزاين إلى حد ما وهشرح لكم كمان إيه هي الفكرة بهايند أو وراء الديزاين دوت وكمان هنشرح لكم إيه هي استخداماتهم وكمان لمين إن شاء الله طيب حلو أولاً نبدأ لمين هما الأشخاص اللي يقدروا يستعلمونه أولاً ملهوش سني محدد وبالتالي يقدر الأطفال أو رواد المدارس الابتدائية الإعدادية أو السنوية أو حتى كمان الناس اللي في الجامعة والناس الكبيرة يقدروا يستخدموا الوسادة بشكل آمن وشكل طبيعي هنلاقي كمان إن الوسادة scientifically tested أو بمعنى صح إن هي اختبرت بشكل علمي تمام هنلاقي كمان إن الوسادة هنا من هنا زي ما وضحنا عادراتكم هنلاقي إن الديزاين إلى حد ما من تحت هنلاقي إن هو إلى حد ما عامل زي كرة مر أكبر من الديزاين اللي فوق من هنا أو أكبر من الكرة اللي هنا طب دليه علشان يحط الرقبة في الوضع الصحيح وبالتالي يدي لك زي posture أو يدي لك زي وضع بدني صحيح يساعدك في ممارسة الأنشاطة المختلفة في يومك وتصحب بشكل طبيعي تمام هنلاقي كمان بجانب النقطتين دولت هنلاقي إن الوسادة زي نفسها مصنوعة من material بحيث إن هي ما تخلكش تعرق أو تخليك إلى حد ما منزعج أو مضطرب أثناء النوم لأ الوسادة مصنوعة من material بحيث إن هي تساعدك على إن تقلل من درجة الحرارة وفي نفس الوقت ترتاح أثناء النوم تمام؟ لو وصلنا مثلا على من هنا كده مثلا أولا ما نحط الوسادة وراء الرقبة من هنا كده نلاقي إن الوسادة خدت الشكل بتاع راسي وكمان عن طريق الكرتين من تحت دهيات بدأت إن هي تمسك الرقبة بتاعتي وبالتالي تديك إحساس على إحساس شعور بالراحة أكتر طب هل هي الديزاين من هنا بس؟ لا أده كمان لو لاحظنا هنلاقي إن في لايم من هنا كده بالضبط لو بصينا على اللاين دهيات بحيث إن إنت كمان وإنت نايم فلحد ما دماغك أو الرقبة لحد ما بتتزاح لليمين أو اليسار أو الرقص بيميل إلى اليمين أو اليسار وبالتالي بعد ما أنت كمان إن إنت تميل إلى حد ما شوية فنلاقي إن الرقبة أو المخدة لحد ما قدرت تاخد الشكل بتاع اللاين ده بحيث إن هو يكون فيه زي راحة في النوم وفي نفس الوقت برضو المخدة لحد ما ما سكيك عن طريق الدزاين بتاعها وبالتالي ما تنجب أو ما تنتهيش بأن الرقابتك تكون مروحة كده أثناء النوم لا المخدة بتحاول تساعدك إن إنت تمسك رقابتك شوية أثناء النوم وبالتالي تقدر تاخدها معاك في أي حتى كمان دي ميزة أخرى من مزايا الوسادة بتاعتنا إن هي سهلة تنقل وبالتالي مش محتاج مثلا إن إنت تاخد مخدات كبيرة أثناء مثلا إن إنت رايح هوتيل أو رايح مثلا بيزنس تريب أو إنت رايح مثلا آآ لبلدان تانية تقدر تاخدها معاك لو لاحظنا الحجم لحد ما صغير وبالتالي ناس بل إنت تحطها في أي شنطة أو أي باكس هنلاقي كمان آآ على عكس مثلا بعض الوساد التانية اللي هي بتاخد مساحة كبيرة تقدر تاخدها معاك مثلا في آآ لو إنت رايح آآ لقريبك لصحابك حتى كمان ترتاح في الشغل وبالتالي مش هتسبب لك أي انزعاج خلص. طبع ده بالنسبة للدزاين وبالنسبة لآآ بالنسبة لآآ للمزايا بتاعتها إيه هي إيه هي بقية المزايا هنلاقي كمان إن الشركة بتاعتني هنا هنلاقي إن هي أخدت آآ أو بمعنى أصح إن هي لها آآ آآ كليشون ليها عشر سنين من آآ وبالتالي تدي العملة بتاعنا زي آآ آآ ثقة في المنتج بتاعنا وتقدر تستخدمها بكل رياحية وبكل بساطة آآ بس كده دي المنتجات بتاعتنا وأخيرا وليس آخيرا المنتج مش متوفر باللون واحد بس آآ اتنين لأ المنتجات متوفرة بألوان مختلفة على حسب آآ آآ زواء العمل المختلفين بتاعنا بس كده دي المنتجات بتاعتنا ودي شركتنا آآ شكرا جدا ليكم شكرا لإستماعكم. ترجمة نانسي قنقر